موسيقى و ايك من تقول يا سلام اذا انتصور؟ ايه؟ اونر ماجيك اير باط و دي المراجعة الكاملة بمميزات العيون وبتائته اواملت اضفاتي وخلوني اول حاجة اتجي بها معاكم وهو تصميم السماعات الخارجية الخاصة بقنة. ونركن الكيس كده على جنب شوية مع بعض. لما نيجي نفتح ونلاقي السماعات الخارجية هتلاقي ان هي وغدة زي حرف ال ال كده ومتنية شوية. ودي بتبقى احسن بكتير قوي لو انت جيت تحطها في ودناك كده بالمنظر ده بتكون افضل بكتير جدا وكمان بتكون مريحة جوة الويد وما تلاقش منها خالص ما بتقعش تماما. وكمان الجميل اللي فيها ان هي بتيجي فيها التلات مايقات. والتلات مايقات اللي هنا ادام كويس وهنتكلم عليهم في فترة الصوت. ولكن دلوقتي من وراء هتلاقي عندك المايك هنا او بقى الخاص بالعزل الصوتي. وده موجود تحت وتحتيه كده بشوية بيكون شعار اونر موجود على السماعتين. وكمان عندك من هنا حرف الار او الال. على حسب ازا كانت هي رايت يعني يمين او ليفت يعني شمال. ففي المجمل السماعة نفسها تصميمها حلو ومريحة جوه الويدن. حتى لو اللي بيستقى فعلا لفترات طويلة. ولكن الحاجة اللي ما عجبتنيش قوي فيها ان السماعة نفسها طويلة قوي بص كده. لو انت جيت بصيت هتلاقي ان السماعة نفسها طويلة. طويلة زيانة عن اللي زوم شوية. يعني كانت محتاجة تقصر شوية. ولكن انا بصراحة بعتبر ان دي ممكن تكون حاجة كويسة للميك اللي محطوط هنا وده برضو اللي هتكلم عليه بعد شوية. وتاني حاجة هنتكلم عليها وهو تصميم الكيس نفسه اللي بييجي فيه جواء السماعتين بتوع اونر. التصميم سيمبل خالص هتلاقي عندك من قدام كلمة اونر. وخلي بالك ان الكلمة هنا محفورة. مش عارف ازا كانت هتتقشر ولا لا. بصراحة لسه مش عارف. ولكن من خلال تجربتي لها خلال العشر تيام اللي فاته. لأ كويسة. ولكن هتلاقي عندك كمان من تحت عندك الانديكيتور بتاع الكيس نفسه. وده اللي بيتغير ما بين الاصفر والاخدر والاحمر. الاحمر معناه ان هو فاضي او الكيس كده محتاج يتشيحن. والاصفر معناه ان الكيس كده واصل عندي خمسين في المية. والاخدر معناه ان الكيس عدى السبعين والخمسة والسبعين في المية. فمعنى كده ان الكيس مشحون على اخر. اما هتلاقي عندك من ورقة ففي عندك زرار تحكم وكمان مدخل الطايب سي. اي وقت دي بصراحة ميزة كويسة جدا ان الكيس بتاع العلبة نفسها او السماعة نفسها بيجي بيتشيحن عن طريق الطايب سي. وده هيقدر يتشيحن معاك عن طريق شاحن تاني بس بشكل اسرع جدا زي ما انتم شفتوا دلوقتي كده في البداية. اما هتلاقي عندك من جوة ففي مكان للسماعتين. وكمان اللي بغطى نفسه بتاع الكيس محفور على نفس الشكل بتاع السماعتين عشان تقفل كويس جدا والماجناتك اللي محطوط هنا بيقفل بمجرد بس ما يلمس القلبة او تفتحها وتبقى نازلة هو بيقفل على طول وماجناتك فعلا قوي جدا. فاي سماها مش المهم بس التصميم لان التصميم ده بيكون ازواق انت ممكن تحبه او تكرهه. لكن اللي فعلا ماينفعش احنا نختلف عليه هو التجربة الصوتية اللي موجودة هنا. هي لوحشة لحلوة ماينفعش تقولي بتختلف من شخص للتاني. وعلشان كده حابب ابتدي معاك بسماع الاغاني والعزل الصوتي اللي هي اول ميزة بتركز عليها اونار في دعاية الماجيك الاير بطز بتاعتها. حابب اوضح لك يعني ايه فكرة اصلا عزل صوتي قبل ما بكلم معاك فيه. العزل الصوتي تعرفه في السماعة وتعرف ان السماعة فيها عزل صوتي بمجرد ما تاخد السماعة تحطها في جنك تلاقي نفسك حتى وانت مش مشاجه الاغاني. تاقي نفسك اتفصلت عن العالم الخارجي تماما قط عدد كلب عدد عربية عدد اكيل بينده ولا تسمع ولا كي انك اصلا قاعد معاهم. اونار هنا بقى حطت لنا العزل الصوتي ده. ومجرد ما طلعت السماعة دي من العلبة اول ما جات لي وشغلتها وفعلت بس العزل الصوتي بجير مشاكل الاغاني. فست فعلا انها اتفصلت عن البيئة اللي انا قاعد حواليها تماما. واول ما شغلت بقى الاغاني سمعت كل حاجة بشكل مظبوط جدا. يكاد يكون اصلا وانت عابب تتفرج كده على اي فيديو بتسمع اي حاجة. التريكات كلها باينة. الادوات والالعاب الموسيقية اللي بتتلعب في الباك جراوند او في الخلفية باينة بشكل كويس قوي. لدرجة اتفرجت عليها على فيلم رعب. وفعلا يعني ما كنتش متكيل. الاصوات اللي كانت في الباك جراوند كانت باينة. فدي افضل تجربة فعلا لسماع الموسيقى. اه في عندي ملحوظة سجارة وهي ان البيس بتاعها مش اعلى حاجة خالص يعني هو يعتبر من متوسط الى جيد. ولكن بصراحة ان هي بتفصل لك الالات الموسيقية اللي موجودة في الخلفية. وبتسمع لك السوق بشكل عالي ونقي وواضح ومفصل. اه موجودة في السماعة دي. وكل صراحة العزل الصوت شجال شجال رهيب جدا مع الموسيقى والافلام اللي انت بتتفرج عليها. ولكن استنى. انا عارف ان في سؤال بيتسئل مهم جدا. هل بيحصل لتنسيء او بيحصل تأخير بسيط موجود في السماعة دي اول ما بتيجي تسمع عليها موسيقى او تلعب لعبة. عشان كنت صراحي معاك في الموسيقى دايما والافلام وكل حاجة زي ما قلنا مش قابلك هلاقي مشكلة. ولكن في الالعاب هنا بقى المشكلة. الالعاب فيها سن التأخير. اه مش كبيرة قوي تكادت كل ثواني معدودة ولكن ملحوظة. يعني انا شخصيا لاحظتها ممكن عشان كنت كنت بكون بضرب مساة السماعة فمركز او مع تفاصيلها لكن لو انت بتلعب وتجيم صعب لأ اشتا مش هتحس بقوي. ولكن فعلا فيه تأخير من ناحية الالعاب. واكيد يا صاحبي ان العزل الصوتي اللي عاملها اونر هنا بس مش بيكتصر على الموسيقى وسماع الاجاني او حتى الالعاب او الافلام لا. العزل اللي موجود هنا في سماعات الماجيك اليربوتز مكمل كمان لحد مكالمات لا مكمل فيها عزل صوتي. تقريبا كده وبتوم مبالغة دي افضل سماعة ايربوتز انا جربتها من ناحية المكالمات في السعر بتاعها على الاطلاق. السماعة اه مش رخيصة. وفي نفس الوقت مش جالي اوفر برايس قوي. وبتديك مكالمات بصوت ناقي جدا. انا تقريبا من يوم ما وصلت لي بقى لي عشر تيام. اي مكالمة بيجي لي سواء برا البيت او جوه البيت بس تعمل الايربوتز دي عشان اجربها. وفي كل وقت انا حطتها فيه بالزبط وفي كل موقف حطتها فيه السماعة دي داتني صوت قوي جدا. صوت فيه عزل كويس جدا على الخلفية الطرف التاني سمعني بوضوح من غير ما يكون حتى فيه اللي هو شوية داوشة لا. سمعني صوتي انا ناقي جدا. وكمان كنت سعب اتكلم عن طريق فردة واحدة بس اللي هي اليمين كده بحطها وببدأ اتكلم عليها. علشان اشوف كوة المايك الواحد عاملة ازاي? لا المايك قوي. ما حدش اشتكت. قال لي صوتك بعيد. ما حدش قال لي ان صوتك في ضوضاء حواليك. لا الصوت ناقي. صوت بيوصل في معاده. مفيش اي تأكير من داحية الصوتيات اطلاقا والعزم بيكمل في المكالمات بشكل حلو اوي. واكيد طبعا سماعة يعني اكيد البطارية بتاعتها لان دي سماعة ما فاش حجارة فاكيد بتتشحل. يعني اكيد البطارية بتاعتها بتخلص. بس انا مش اقول لك اداء البطارية دا عامل ازاي? لما تنزل حضرتك تحت تديني لايك وتعمل كومنت على الفيديو ده. علشان انا باتعب في تحضيره جدا وحضرتك بتقعد تتفرج من جير ما تدي لايك او حد تكتب كومنت. ليه ها? لايكات مفيدة. كومنتات احسن. دعيبنا اكتر عشان اكمل المحتوى بتاعي. لما نيجي نتكلم على الكيس نفسه هنا البطارية بتاعت الكيس مش وحشة اطلاقا. يعني بتكمل معي يوم يوم ونص في شكل مستراح جدا على شحنة واحدة مية في المية. اثناء ما بتكلم مسلا في السماعة وارجع حطها تاني بتتشيحن. بس انا بشيلها بتتشيحن. مش هقدر اقولك بالزبط كام عدد الشحنات عشان اكون صريح معاك. لان ان مفيش حد هيقدر يقول لك بالزبط ان مفيش حد بيمسك السماعة حطها في ودنه. لحد ما تفضل ويرجع يشحنة ويرجع تاني اخذها. لأ. انا بكلمك عن تجربة مستخدر. انا استخدمتها لمدة عشر تيام. فوارد ان انا كنت بتبقى السماعة في ودني وانزل تاني اخطها وهي لسه مشحونة. وارجع تاني اشيلا لما اتجري مكالمة عايز اسمع شوية اغاني. فانا بكلمك عن تجربة فعلية. لأ الكيس من ناحية البطارية الموجودة جواها ممتازة جدا بصراحة ما عنديش عليها اي مشكلة اطلاقا. ولكن اللي عندي معها مشكلة بسيطة هي السماعة نفسها. السماعة نفسها لو انت بتسمع اغاني متواصلة اغاني متواصلة هتشغلك حوالي ساعتين ونص. ولكن لو انت بتتكلم مكالمة متواصلة ومعرفش دي ازاي بتقعد وقت اقل. اللي هي بتقعد ساعتين. لو انت بتتكلم مكالمة بتقعد معك ساعتين كاملين. ولكن لو على مدار يومك الاستجدام بقى الطبيعي بعيد عن لوجة الارقام اللي احنا بنعصر نفسنا فيها في المراجعة عشان نطلع لك الارقام دي. ولكن تجربة بقى المستخدم اليومية بصراحة معينة على استجدامي انا الشخصي السماعة نفسها السماعة نفسها قعدت معي يوم كامل من جير ما تديني بتاري لو او ان هي التي تتشحن. ولكن فصلت على الساعة تسعة واداتني اللي هي بتاري لو بقى خلاص. السماعة دي بطاريتها محتاج ان انت تحطها جوالكيس عشان تشحنها. يعني لو انت بتستخدم استجدام متقطع زي حالاتي على مدار اليوم شوية اجاني في نص اليوم وتفصل كم مكالمة وتفصل وهكذا وترجع تحطها في الكيس هتكمل معك يوم كامل من جير ما تشحنها هتيجي بس في اخر يوم تحطها في الكيس على الساعة تسعة تبدأ تاخد دورة شاح تاني فالسماعة بصراحة على الاستجدام المتقطع حلوة لكن على الاستجدام المتصل في الاجاني ساعتين ونصف في المكالمات ساعتين بس. يا احنا عمالين نتكلم دوقتي عالتصميم والصوت ويعني اداء البطاريات وكلنا عن كل حاجة طب الاتصال بالموبايلات. بص يا صاحبي انا جبت لك والله تليفون اندرويد وجبت لك تليفون ايفون علشان اقدر اجرب لك السماعة على الاتنين وقول لك السكاتة اشتغل لا فانا مش طبعا في حاجة كل عليك هتدي بس لايك جميل. طيب هلوها قدر الوقتي اقول لك على حاجة بسيطة عشان تقدر تعمل كل اللي عليك ان انت هتدوس على الزرار الموجود ورا ده لحد ما اللمبة اللي موجودة جوه الكيس تتحول من لونها الاخضر لحد اللون الابيض ويفضع لديك زي فلاش كده لونه ابيض ده وتقفل تفتح وتقفل فلاش لونه ابيض اول ما بتوصل المرحلة دي تقدر تعمل عن طريق بلوتوس يعني اياه مش بحتاجة اي ثرد بارتي اي برنامج طرف ثالث عشان تشتغل لا تعمل دي اعدادات دي سواء على الايفون الاي او اس او على اندرويد في اي جهاز اندرويد ولكن خد بالك من حاجة بسيطة جدا ان انت لو عايز تاخد مميزات اضافية في التحكم في السماعة زي تقول مثلا ان الفردة الشمال تقدر تنية توقفل الموسيقى او تشجلها اما الناحية اليمين او الفردة اليمين دي تقدر ان هي تحول الاغنية اللي بعد كده كل الحاجات دي عشان تقدر تحكم فيها لازم تنزل تطبيق اسمه اي 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 لايف وده انا سيقولك تحت في الوصف ولكن اللي هنا بقى ان الطبيق ده بيشتغل على تليفونات الاندرويد بس لكن ما بيشتغلش للأسف على تليفونات الاي او اس او الايفون عمتا وده سبب بسيط ان هنا اونر حطت الطبيق بتاعها على على مطجر الطبقات الخاص بالاندرويد وما حطتوش على مطجر الطبقات الخاص بالاي فون طب ليه يعني انا مش فهم ليه اونر عملت الحركة دي بصراحة مع انه طبيق حلو بيديني بقيت المميزات الاضافية زي ان انت تقدر تقدر تعرف البطارية بتاعت السماعات نفسها فيها قد ايه تقدر تعرف البطارية بتاعت الكيس نفسها مشحونة بدرجة قد ايه حاجات حلوة جدا هي هتديك كامل مميزاتها على الاندرويد لكن على اي او اس للاسف هتبقى تاخد بس منها ان انت بتسمع منها اغاني وخلاص على كده من عن طريق الكنيكشن بتاع البلوتوس وبتستخدم العزل الصوتي عادي جدا سواء على ابل الاي او اس او على اندرويد وكمان في ميزة اخيرة في السماعة ان انت لو مشغل السماعتين محاطة الاغنية بتسمعها وفصلت فردت سماعة واحدة يعني شلتها كده لا اوتوماتيك على طول الاغنية اللي انت مشغلها بتفصل اوتوماتيكية وعلشان ما تفشي مني يا صاحبي كده انا هقولك دلوقتي الخلاصة والزتونة النهائية هل السماعة دي تستهل سعرها؟ طب هو سعرها كان بالزبط سعرها حوالي 2500 جنيه مصري طب هل بقى تستهل 2500 جنيه مصري؟ بصراحة السماعة دي تعتبر واحدة من افضل للسماعات اللي نزلت متاحة للاندرويد في ظل سعر 2500 جنيه ومش هبالج ان العزل اللي موجود هنا والمايك بتاع المكالمات هو افضل عزل ومايك لحد السماعات بتوصل لأربع وخمس تلاف جنيه ولكن الحاجات اللي ما عجبتنيش في المال بصراحة ان انت اول حاجة مش منزل الامبليكيشن لمنصة الايو اس زي ما انت منزلينه الضبط للبي ليستور عال رغم ان هي منزلت الايو اس بتاع الساعة شجلاعادي على الايو اس وشجل علي الاندرويد فادى كانت من ضمن الحاجات اللي ما عجبتنيش تاني حاجة ما عجبتنيش هو التأخير البسيط اللي موجود اسناء الالعاب ممكن يتحل بـ مواجهد ابديةependب mike عمل باكم با ranch والد انا معي الباند 5 بتاعة اونر وماشاء الله تقريبا بيجي لها update كل يوم حرفيا بيجي لها update معدل كل يوم كل يومين تلاقي فيه update جديد جالك فلا انا اتعقع ان مشكلة الالعاب مع الصوت هتتحل بتصوفت وير update سهل جدا مشكلة البطارية انا بالنسبة لي مش شايف فيها مشكلة على الاستجدام المتقطع ولا على الاستجدام المتوصل يعني انت بتسمع على سماعة البطاريات بتاعتها صغيرة جدا لمدة ساعتين ونص اجاني وساعتين كاملين بدون قطاع مكالمات اظن ان الارقام دي كويسة جدا فهل سكت في النهاية بقى اكتب لي رأيك تحت في التعليقات هل فعلا شايف ان سماعة اونر تستاهل سعر الالفين وخمسمائة جنيه مقابل المميزات اللي هي بتقدمها ولا لأ كان معكم محمد طايل اشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية جاي كتير جدا دمتم في رعاية الله قبل ما انسى فيه لينكات موجودة تحت لو انتوا عايزين تستيروا السماعات عن طريق سوزهم يعني مش هتفع اي حاجة بس هتساعدوني ان انا طور المحتوى يلا سلاح